خروجة في أسر الأمير طاز وإنت بتتمشى في قلب القاهرة التاريخية حتقابل الأسر العظيم ده اللي بناه أحد أمراء المماليك وهو أسر الأمير طاز اللي لسه موجود لحد دلوقتي علشان يروي تاريخ عدة عصور أسر الأمير طاز هو الأسر المملوكي الوحيد اللي باقي لحد دلوقتي بكامل عناصره المعمارية سعر تذكارت الدخول 10 جنيه بس والسعر ده شامل دخولك التكية المولوية اللي جنبه الأسر عمره حوالي 700 سنة قرر الأمير سيف الدين طاز أحد أمراء السلطان الناصر محمد ابن قلوون بناء القصر احتفالا بزفافه على ابنة السلطان الناصر محمد والأسر مسحته أكتر من 8000 متر مربع الأسر موجود بحالته لكن كل الغرف فضية بس هتلاقي روح الفن والإبداع في كل مكان وأشكال مميزة من النجف والأعمدة والشبابيك الموجودة في كل مكان وكمان الكراسي الخشبية اللي كان بيتم استقبال فيها الضيوف زمان ده غير إنك حتشوف البيري الموجود في الأسر وفي كل مكان فيه مصابيح مختلفة وفيه كمان شبابيك حتشوف منها مسجد أحمد ابن طلون اللي موجود قبله بمسافة بسيطة مش بس كده ده أنت لما تطلع على السطح حتشوف الألعاف ظهرك الأسر موجود في السيدة زينب شارع السيوفية أقرب محطة مترولي السيدة زينب المكان مفتوح من 9 الصبح لحد 4 عصرا تقدر تروح هناك تقضي وقت لطيف وتستمتع بروعة وجمال المكان ولأن الأماكن الحلوة في مصر ما بتخلص استنونا الحلقة اللي جاية علشان تعرفوا أماكن جديدة